اشتركوا في القناة هل هناك في عقيدتنا العظيمة وفي البعثة المحمدية وفي حتى حياة سيدنا محمد عليها أفضل ما نستطيع وصفه بالانتماء الوطني بسم الله الرحمن الرحيم منذ اللحظات الأولى لحياة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله إلى لحظات مفارقته لهذه الدنيا كل جزيئات حياته انتماء وطني يدل على الوفاء وعلى الصدق وعلى محبة الخير للناس جميعا في عجالة وعجازة مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم حينما هاجر من مكة إلى المدينة ليلة أو صبيحة الهجرة ينادي وينادي الهضاب والجبال والوديان ينادي مكة وَاللَّهِ إِنَّكِ أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ وَأَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَيْهِ وَلَوْ لَأَنَّ قَوْمَكِ أَخْرَجُونِي مَا خَرَجْتُ الله مش الرسول على السلام فر من بلده لا وإذ يمكروا بك الذين كفروا ليخرجوك أو يثبتوك أو يقتلوك يبا هم اللي أخرجوه وكان في محاولة لاغتياله أيوة يعني الرسول ما خرج طواعية طبعا انتقل من مكة إلى المدينة مكرهن وآثر ليه في ظاهرها ترك وطن لا هو فيه باطنها يحافظ على الوطن يحافظ على إيه على الوطن طيب عايزة استأذن أن أنا هستأنف الحتة دي ولكن بعض الفاصل على طول على مسألة انتماء الرسول للوطن وحفاظه على الوطن وبقاء مكة المكرمة في قلبه حتى وهو في المدينة الانتماء الوطني عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب مكة الذي ظل متجذرا في قلبه وفؤاده حتى وهو في المدينة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أبو سفيان بن حرب وكان زعيم المحاربين للإسلام ولرسول الإسلام والمسلمين ماذا قال أبو سفيان؟ قال يا أبا القاسم إن بني عمك يعني أهل مكة يأكلون الجيف وأوراق الشجر من مجاعة ألمت بهم الرسول صلى الله عليه وسلم ما تمنى هذا لأهل مكة فأرسل إليه إثنى عشر ألف درهما ليشتري الميرة يعني المؤن الغزائية لأهل مكة في فتح مكة يا سيد الكريم الرسول عليه وسلم لما بلغوا أن أحد الأنصار رضي الله عنهم أجمعين يتوعد أهل مكة بأن اليوم يوم الملحمة ويوم تزل فيه قريش قال لي سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ويقال له خذ منه اللواء وادفعه إلي ابنه ثم نادي علي اليوم يوم المرحمة اليوم تعز فيه قريش وتوصل فيه الرحم حبيبي ثم قال لأهل مكة الذين أخرجوا وكايدوا وقتلوا أحباءه وأصفياءه ما تظنون أني فاعلون بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء لا تسريب عليكم هذا هو الانتماء الوطني اللي بيدل على النفس النورانية أما أن إنسانا يتشفى في وطنه يخطط أو يتآمر على وطنه أو يكون عميلا أو مدفوعا ضد وطنه حتى لو اختلف معه دي نفس ظلمية لا تحسب على الإسلام لا من قريب ولا من بعيد إنما الانتماء الوطني يجعل الإنسان حتى لو فيه صعاب حتى لو فيه أزمات حتى لو فيه 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 ولكن يبقى الإنسان أصيلا لمكان ولد فيه وتربى فيه ومشى عليه ولذلك سيدنا نبع السلام هيعلمنا الوفاء في جزئية كمان تانية إن المدينة بقى اللي آوته ونصراته أيوة لم ينسها طبعا فالأنصار ظنوا أنه خلاص أعد سبعتشر يوم في مكة في فتح مكة أنه لن يرجع فجمعهم قال يذهب الناس بالدنار ويذهب الناس بالدرهم ويذهب الناس بالقطيفة وأنتم تعودون برسول الله إلى رحالكم اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لو سلك الأنصار شعبا لسلكت هذا الشعب وكان له الوطنان صاحب إخليم واحد يعني ليس دولة ثانية عشان برضو ما يجيش وعدي فهم غلط يقول مه مكة والمدينة لا أقول له مكة والمدينة ده إخليم واحد إخليم إيه لا يتجزى لا يتجزى فكان على وفاء بمكة وحقن دماءهم طبعا وكان على وفاء بالمدينة ودفن في ثرى أرضهم فصلى الله على من عنده الانتماء الوطني ولعل من يغرد خارج الصرب خذ من رسول الله العبرة والعظة وانتمي لوطنك مصر الغالية والله أكبر مولانا نورتنا كما جرت العادة وقفتنا كما جرت العادة ولفت نظرنا إلى العديد من النقاط المضيئة ولو الناس تفكرت وتدبرت في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام ما خابوا أبدا حقيقي يعني ألف شكر لك مولانا كل الشكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريم وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر ترجمة نانسي قنقر